بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في الدين معكم في محبكم معتز نعواش حتى ساعة على الهواء مباشرة في كل خميس نكون في ضيافة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن سعيد حوى نرحب به دوماً حياكم لافضل أيهاكم الله يا مرحباً يا سعيد أكرمكم الله أعزائي المشاهدين هذه الحلقة متاحة لكم لتقديم أسئلتكم ليجيب عنها فضيلة الشيخ على الهواء مباشرة الأسئلة نستقبلها من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعاً على الشاشة بإمكانكم اللي يتصال بنا من خلالها عبر تطبيقات التواصل المجانية من لا يستطيع الاتصال بإمكانه أن يرسل رسالة فقط برغبته في المشاركة ونحن نعيد الاتصال به مباشرة إن شاء الله كذلك بإمكانكم وضع سؤالكم تعليق من خلال البث نباشر على صفحة قافة التفاعلية في فيسبوك كما تعودنا في كل حلقة نكون في بدايتها بموضوع نطرحه ونتوسع فيه مفضيلة الشيخ موضوعنا لهذا اليوم سيكون حول فكرة الإنشاد الديني خاصة عندما يكون فيها الأصوات النسائية منذ فترة بدأنا نشاهد على مواقع التواصل اجتماعي فرقة غنائية هي ليست دينية ما سمي بكورال لمجموعة كبيرة من الشباب والبنات يؤدون الأغانية الشهيرة يحاولون تقليدها وما إلى ذلك وكانت هذه المقاطع تنتشر على مواقع التواصل اجتماعي لربما من نية خير قام مجموعة الطلاب في جامعة الأزهر بإنشاء كورال شبابي طلابي من الطلاب والطالبات لكن للإنشاد الديني سنحاول الحاطة بهذا الملف بشكل عام دينيا اليوم وفقيا هل يجوز هذا الشيء هل لا يجوز إذا جاز فما هي ضوابطه حتى نكون معا جميعا في نفس السياق نتابع مقطعا سريعا من الفيديو الذي نتحدث عنه وهو انتشر خلال أيام الماضية ثم نبدأ الحوار مع فضيلة الشيخ موسيقى حياكم الله عزيزي المشاهدين وجد الترحيب بفضيلة الشيخ حياكم الله سيدنا حياكم الله يا مرحبا بداية تعليقكم على ما شاهدنا في هذا الفيديو بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين اللهم آمين يعني هو أخي الكريم أمام طغيان الغناء المنفلت وأبواب الفنون الأخرى الكثيرة التي لا تنضبط بضوابط وقيود الشرع لا شك أنه التوجه إلى أن نوجد بديل ملتزم أو بديل إسلامي لا شك أن هذا شيء جيد جميل لكن الأجود منه أيضا أن نتقيد بكامل القيود والضوابط الشرعية وحتى أنا أنطلق من التسمية يعني وجدت الآن كثير من المنشدين ما عاد يتحرد أن يقول إنشودة أو يقول أغنية في اللغة قد يقال أن المعنى اللغة وفيه ساعة لكن أنا أقول حتى المعنى الاصطلاحي صار له دلالة لابد أن يكون تمايز الأصل أو الأفضل والأكمل بعد ذلك نفتش عن الضوابط الأساسية ثم بعد ذلك الضوابط التفصيلية ولعلك تذكر يوم أن كنا في الإذاعة سابقا وصل مجموعة الضوابط التي وضعناها إلى 12 أو 13 ضوابط صحيح طبعا ليست كلها في صلب النشيد تكلمنا عن شروط أخرى وظروف أخرى أيضا لكن أنا أقول عندنا شروط أساسية لا بد من مراعاتها في الإنشاد حتى نقول هذا إنشاد ملتزم نعم يعني أنا أرى أنه كما قلت الفكرة طيبة وتدل على فطرة تجاه الدين وخدمة الدين والدعوة من خلال الإنشاد الدين لكن تكريس فكرة أنه هو مشترك بين الرجال والنساء طيب أنا إنشاد النساء له قيود خاصة عندي أنا لست مع من مع احترامي طبعا هذه اجتهادات ربما لست مع من يجيز سماع الرجال لإنشاد النساء ولا إنشاد النساء أمام الرجال نعم من حيث المبدأ أنت لا ترجع لا أرى أنا مع من ذهب إلى أن قول الله تعالى فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض أن الخضوع في القول يحتمل معنيه يحتمل مادة الكلام كلام فاحش نعم لا شكا هذا يثير الريبة والغرائز ويؤدي إلى المفاسم ويحتمل طريقة الأداء يعني قد يكون طبيعة الكلام ما فيها مادة الكلام ما فيها شيء لكن طريقة الأداء فيها تغنج فيها تكسر فيها تغني هذا التغني ترى يثير فتنة وجوز بعض الناس يقول لك ما من تأثر أخي أنا واحد من الناس وكثيرون يتأثرون عموم الغناء سيدنا أممكن يكون الغناء بتغنج كل تغني أخي كل تغني هو التغني لا يخلق من هذا حتى في تلاوة القرآن الآن بعض الأخوات يقران القرآن بالمقامات هو أصلا الخبراء يقولون ما في قراءة إلا على مقام إذا كانت قراءة متزنة وليس فيها نشاز طيب هذه القراءة أخي فتنة وأنا وجدت نماذج فعلا وذهبت إلى أن هذا لا يجوز أن تقرأ الفتاة القرآن طبعا مع احترام لكن أنا أقول بالعكس هذا يعني تقدير لخصوصية المرأة واحترام الإسلام للمرأة وحماية الإسلام للمرأة تالي حماية الإسلام للمجتمع من هذه الفتنة يعني مثلا لما تجد أن النبي عليه الصراع لم يأذن للمرأة أن تكون إماما بالرجال لا تأمن مرأة رجلا إذا في خصوصية في الجانب النساء والإسلام يحرص عليها فأنا أعود إلى قضية التغني بالإنشاد هو باب من أبواب الفتنة للرجال وللشباب من باب أولى هذا واحد وبالتالي أنا أفضل أن يكون عندنا فريق أو فرقة فريق للشباب وفرقة للشابات أو المنام فريق الشباب ينشد طبعا بالقيود التي سنذكرها لكن فرقة النساء لا ينبغي أن تنشد إلا أمام النساء طيب مولانا في هذه الحالة نحن نتكلم عن جماعة حتى أولا في حالة الجماعة قد ينتفي صوت المرأة المنفرد الذي يسبب الفتنة لا ينتفي أخي أنا واحد من الناس أدرك وأظن أن كثيرين وخصوصا من هو معتاد على السماع سيميز وأصلا بعضهم للأسف لماذا يلجأ إلى هذا؟ قل لك صوت المرأة فيه طبقة فيه نعومة لا ندركها لا توجد عند الرجل صحيح لكن قد في المجموعة حتى في المجموعة لا يختفي الأمر والآن أكثر من ذلك بكل سهولة بعض الأجهزة تفصل قل لك هذا صوت فلانا وهذا صوت فلانا والصوت موجود يعني من يستمع يدرك كيف إذا نضاف إلى ذلك مشاهدة فأنا في رأيي أن صوت النساء أو إن شاد النساء بالتغني على في فارق أنا لستم مع من يقول صوت المرأة عورة بإطلاق جيد بمعنى أن المرأة تتكلم بحاجتها إذا كان كلامها رصينا متزنا ليس فيه تغنج ولا تكسر وجاءت المرأة وخاطبت النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت المرأة وخطبت أمام النبي عليه الصلاة والسلام بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم وهم يسمعون والنبي عليه الصلاة والسلام يرى أن الصحابة يسمعون وسميت وافدة النساء أو خطيبة النساء كذلك قنت المرأة أمام الرسول عليه الصلاة والسلام في الكلام عن الإماء لما لهن أحكام أخرى لكن كبيرات ونفس الصوت تاريتين لا أخي الإماء لهن أحكام أنا ما بدي أدخل الآن نعم إشكال آخر الآن ما يشتريها وتغني له ما يشاء بفارق بين أحكام الإماء إذا العب رسدنا بالصوت أنه يفتن أو يسمى الفتنة أو فيه غنج ما الفرق بين الأماء والمرأة الحرة في هذا المجال الرق منصف للكرامات الرق ليس أمر متاح تحت اليد تشتريه الإماء الرق طبعا الإسلام حتى لا يفهمون غلط الإسلام سعى لإنهاء هذه الظاهرة أو تجفيف منابع لكن هذا الشيء كان موجود الرواية حتى لا يرجع أهدو يقول لي غناء النساء لا وجاريتان تغنيان هيك الرواية فكل متجاريال أصلا تصرف إلى الإماء قد تستخدم في بعض الصياقات لكلام عن الفتاة إذا كان كلام عن الفتاة الصغيرة أمر مختلف أنا لا أمانع لو جاء ببعض الصغيرات دون سن البلوغ وأنشدنا ممكن أما تقول لي فتاة بالغة وتنشد والإنشاد يحتاج إلى هذا التغني أنا لا أرتاح لهذا ولا أفتي به قد يوجد من يفتي بذلك بأن أهل المدينة ونساءها يعني ما عنا فيه نظر ولكن وردت أكثر من رواية إن كان في مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة أو في عودته عليه الصلاة والسلام أما قلت لك أنا إذا كان باب الكلام أو الكلام الرصين حتى لو كان خطابا هذا ما فيه شيء يبقى أن يقال أنه في بعض الفتيات وبعض النساء أصلا صوتها ناعم أكثر من اللازم يعني هو صوتها بحد ذاته فتنة كيف إذا نضاف إليه شيء من التغني الرتيب هذا والإنشاد أنا أرى أنه هذه فتنة وبالتالي ما ينبغي الأحوط أنه هي وهذا سد للذريعة وسد للمفسدة إنشاد النساء يكون للنساء وهذا موجود ترى في بلادنا الآن في فرق النسائية والموالد والأعراس موجودة ما انقطعت الدنيا يعني حتى تقول أنه وإنشاد الرجال عام اسمعه الرجال والنساء يسيد حتى الرجال لما في بعض المغازي والسيار أنجشه رضي الله عنه ينشد ونشيده أو حداءه بالأحرى كان فيه شيء من الانفعال حتى أن الإبل والجمال اضطربت لصوته وحدائه فإيش قاله النبي عليه الصلاة والسلام قال رفقا بالقوارير طبعا لها أكثر من معنى هذه إذن تحتمل لكن أنا ما عندي نص يمنع قاله رفقا بالقوارير يعني سوء سوء خفف فإذا كان حتى إنشاد الرجل قد يكون سبب لفتنة وأنا أدركت هذا أحد المنشدين عندنا ولازال يعني ينشد الله زي الخير وله دور في الدعوة الحقيقة من خلال النشيد أنا أعلم من أيام الجامعة كثير من طالبات الجامعة فوتين به لرقة في صوته بسبب صوته طب ألا يفتب المنع هذا تحديدا؟ يعني إحنا ما نستطيع أن نعمم وبعد ذلك يعني كأنه أدرك صار يعمل إنشاد بطريقة تختلف شوي نعم جيد وتخير صوته فإذا أنا أخي الكريم أنا أقول إنشاد النساء يحتاج إلى مزيد من الضبط والفصل نعود الآن إذا كان فعلا نريد إنشاد ديني وقلت لك في تفاصيل كثيرة لكن الشروط الثلاثة الأساسية سلامة المحتوى مادة الكلام أو مادة الإنشاد أن يكون متفقان ومتسقان مع أحكام الشريعة وقيمنا وأخلاقنا هذا رقم واحد رقم اثنين من هو المؤدي بيجي هون قضية أنه الرجل ينشد للعموم لكن المرأة لا تنشد إلا للنساء رقم ثلاث قضية هذا صوتا أو صوتا وصورة حتى لو سجلته حتى لو صوت حتى لو صوت أنا رأي لا يجوز ودول اللي بيلعبوا يعني بيجيبوا منشدات كبيرات وبيلعبوا بالصوت بيزغروا بمعنى لو جاء واحد ثاني يرجع الصوت بيعرف أن هذا صوت إمرأة ومعظم أغاني الأطفال ترى بهذا الشكل ما ينبغي أنا قلت هذا من زمان هذا ما ينبغي أخي ويدرك يعني اللي بتابع يدرك لأنه أخي الصغير يدرب أو الصغيرة ربما قلة منهم يتقنون لكن كثير منهم لا يتقنون بالذات قضية العرب الصوتية والمقامات فأنت لما تجيب صوت واحدة كبيرة وتلعب بالصوت ليبدو كأنه صوت طفلي صغيرة لكن الخبير يدركه هذا فتن أخوان نعود إلى الشروط فقلنا سلامة المحتوى من الذي يؤدي رقم اثنين رقم ثلاث بلننظر الآن إلى ما يرافق الإنشاد من المعازف للأسف صار توسع كثير في هذا وأحيانا نتكلم عن اللحن والمعازف يعني حتى اللحن أنا لا أرضى أن يكون اللحن تقليناً للحن أغنية هابطة معروفة ويعني هاي للأسف طبعا بعضهم يقول لك تراث لكن يا أخي تراث هذا اللحن عرف قال صيدلي يا صيدلي هاي أغنية وبيجي وقل لك فوق الحنان فوق طبعا لسه مشيداً حتى آتي بها لكن حتى لو قال هذه الأنشودة وواحد سميع للأغاني مجرد ما يسمعه هو يسمع الكلمات لكن بروح ذهنوين إلى لحن اللونية طيب أنا ما ينبغي يعني الألحان كثيرة ما بقي إلا هذا اللحن نجي نقلد للأسف وجدت بعض المنشدين في المراحل المتأخرة يحرص أن يقلد ألحان الأغاني هذا ما ينبغي لأنه من كان يستمع الأغاني الأغاني الهابط أقصد ثم يقدر الله له التوبة ما ينبغي نذكره إحنا بما كان يسمع نعطيه شيء متميز في اللحن في قضية المعازف المعازف الآن أيضاً للأسف صار فيها التوسع قد لا نشدد في أصل قضية استخدام شيء من الموسيقى والإقاعات لكن ما نتوسع فيه إيش إشكالة التوسع طب شيخ يعني هي حلالي حرام إذا قلنا إن حلال أنا أقول بغض النظر عن الأدلة الأدلة الواردة كلها فيها كلام ربما أحسنها حالاً حديث معلق رواع البخاري تعليق اللي هو يكون من أمة أقوام يستحلون الحرة والحرير والخمرة والمعازف حتى هذا فيه كلام والرواية الأخرى ترى معظمها فيها كلام فأنا أقول حتى لو لم أجد نصاً في المعازف أنا أرجع إلى التفريق بينها كما فرقنا قبل قليل وقلنا الكلام الرصين إذا تكلمت المرأة بكلام متزن رصين هذا ليس فيه فتنة وإذا تكلمت بالتغنج والتكسر هذا فيه فتنة نفس الشيء الموسيقى الموسيقى فيه موسيقى حربية عسكرية حماسية وفيه موسيقى يسموها كلاسيكية هادئة وفيه موسيقى صاخبة وفيه موسيقى مثيرة للغرائز فأخي أنا ما أعطي كل هذه نفس الحكم وبالتالي ما تؤدي إليها هذه الموسيقى تعطيه حكمها إذا كانت تؤدي إلى فتنة ومفسدة تمنع ما تؤدي إلى الفتنة والمفسدة ممكن أن تقول يعني يسمح بها على الأقل عندما قال بجواز الموسيقى هذا أيضاً قيد أساسي من القيود التي ينبغي أن تراعى في النشيد إذا أردنا أن نقول هذا نشيد ديني هذا نشيد ملتزم نعم جميع بارك الله فيك شيخنا طيب اسمح لي أعود سريعاً لفكرة نشيد المرأة أو النشيد الجماعي الذي شاهدنا بالفيديو في بداية الحلقة يعني في الأمر لربما يكون ساعة وأنت ذكرت في البداية أن هناك خلاف في الموضوع أو هناك من أباح لكن ليس وجهد لك أنا لا أتمنى هذا الرأي واضح واضح لكن لو أردنا لو ذكاء قلنا مثلاً أن إخواننا هؤلاء الشباب الطلاب في الجامعة أو أحد ما مواكبة لزي ما تفضلت شيخنا في البداية يعني موضوع العصر والمتطلبات الحياتية اليوم لنقدم فعلاً بديلاً أصيلاً للناس الملتزمة عموماً لو أخذ بالرأي الذي يبيح وأرادوا فعل هذا العمل بشكل حقيقي ما الضوابط التي يجب أن يلتزموا بها شباباً وبناتاً يعني أنا ما أستطيع أن أبني على قون لا أتمنى أين نعم أنت بدك تحاول يعني دخلنا في المدخل أنا قلت أكبر فيها من أنه في عاطفة دينية في فطرة في رغب أن نقدم بديل نظيف لكن أخي فكرة تكريس الاختلاط في فن يعني بعد شوية بصير وقول لك رياضة ملتزمة رجال ولا نساء شباب ولا يخلوا منه هم يتدربوا يحصل بعض الأشياء والتجاوزات هذا أخي سايو أني لا خلطة ورفع كلفة وعملي هيك لأمو هيك وعيدي النبرة وعيدي ما بعرف إيش فيه إشكال أنا شايف الإشكال حاضر هم ما أدركوا هذا أو ما وجد من ينبه ما رمبما ما بعرف لكن أنا لا أفتي ولا أركب قولا على قولي غيري بارك الله فيك شكرا جزاك الله كل خير طيب نبدأ بأسئلة إخواننا المشاهدين شيخنا وبدأت تأتي في التعليقات أذكركم أعزائي المشاهدين أرقام الهواتف ظاهرة أمامكم متاحة لتقديم أسئلتكم لفضيلة الشيخ اللي يجيب عنها لكن أبدأ بسؤال معي في التعليقات ثم بعض الأسئلة من الحلقات السابقة عبدالهادي يسأل شيخنا بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول جزاكم الله خيرا وبركة فيكم عندي سؤال يتمثل فيما حكم جلسة الاستراحة للمأموم إذا كان إمامه لا يفعلها أحرد يعني هي جلسة يسيرة وهي محل خلافة قصد قبل القيام قبل أن يقوم هذه جلسة يسيرة لن تؤخره كثيرا عن الركن سيقف الإمام ويقرأ على الأقل فاتحة ولو جلس هذه البرهة اليسيرة إذا كان هو يتبع مدهب الشافع مثلا في هذه الجلسة اليسيرة لا أحرد في ذلك إن شاء الله نعم بارك الله فيك سيدي طيب يعني السؤال ربما له علاقة بالفتنة وما ذكرته شيخنا في معرض الحديث يسأل أحد الشباب أرسل لنا كيف يحمي الشاب اليوم نفسه من النساء والشهوات خاصة مع الظروف الحياتية الموجودة ولا شك إخواننا الفتنة الآن فتنة النساء كبيرة ولم تعد فتنة النساء فقط في الشارع الآن الفتنة دخلت حتى من خلال الإنترنت والأجهزة وبالتالي الفتنة تلاحق الإنسان حتى في عقر داره ورد في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن فتن آخر الزمان ذكر فتنة قال ما تركت بيتا من العرب إلا لطمته لطمة ومشايخنا مختلفون في تفسير هذا الحديث أنا أرى وربما بعض مشايخنا كان له شيء قريب أرى أنه فتنة يعني إتاحة الفتنة عبر الوسائل ربما هي أصعب لطمة الآن ما في بيت إلا نساء الله السلام ما دخلت تالي التحدي كبير طبعا ما ننسى أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من فتنة النساء قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ليش أحذر النبي عليه الصلاة والسلام لأن المرة إذا ما التزمت بالقيود الشرعية في لباسها وحجابها وكلامها وإنشادها كانت سببا للفتنة طبعا قد يقول قائل إيش معنا ذكر النساء ما ذكر الرجال إخوانا في فتنة أيضا سببها الشباب الآن ممارسات وألبس ضيقة هذا كله أيضا في المقابل يثير الفتنة لكن ربما بعض الناس يقول الفتنة في ذلك الجانب أبلغ وأكبر نعم وربما يعني جرت العادة أن يكون مبدأ الفتنة من هذا الطرف لكن لا ينفي أنه في فتنة أيضا وأنا يشكو لنا بعض الطالبات تشكو لنا ابنوا يا شيخ تبضلوا بتحكو علينا عن لباس الضيق طبعوا الشباب يلبسون لباس ضيق هذا أيضا لا يجوز فنرجع إلى أصل الموضوع قضية الفتنة الآن وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من واقع كائن الآن برعانه مسبقا تحذير حقيقة رهيب مخيف لما يقول صنفاني من أهل النار من أمتي لم أرهما طيب من أهل النار من أمتي يعني سيكون في أمتي وما كان في زماني عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام لكن سيكون وقد كان وذكر عليه الصلاة والسلام قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا توجد مسيرة كذا وكذا وذكر الصنف الثاني رجال معهم سياط كأذناب البقر يعني الأنظمة المستبدلة الآن مفهوم إيش الأجهزة الأمنية اللي عندها الشرطية والخاصة ومخابراتية وما إلى ذلك إلا ما رحم الله للأسف لأن هذه صارت عنوان للظلم والاستبداد وأدوات للظلم والقمع لهذه الشعوب النبي عليه الصلاة والسلام جعلهما من أهل النار ولا يتوب ربعا ما قلنا النار لا تفهموا أننا نكفر التكفير له أسباب لكن يستحقون العقوبة في النار إن لم يتوب هذه الأصناف فلما قال كاسيات عاريات العلماء القدام احتاروا فيها إيش يعني كاسيات عاريات لكن جاء زماننا فعلا هي لابسة وليس لابسة إما باللباس الضيق الذي يجسد العورة ومفاتن المرأة أو اللباس الرقيق الذي يبرز يشف عن ما تحته وهذا خلل في شرط الحجاب وهذا خلل في شرط الحجاب للأسف اليوم تشوف فتاة أو امرأة قال المحجب يحطها راسها لكن النار بسي ضيق يجسد العورة هذا ما هو حجاب فالفتنة قائمة وموجودة وأنذر منها النبي عليه الصلاة والسلام وحضر منها الآن لو جينا قلنا كيف أنا أقول يعني يجب على الإنسان على الشاب المسلم أن يعتصم بالعواصم حتى يحمي نفسه أو أن يحتاج إلى تجديد الإيمان وترقية معاني التقوى عند هذا الشاب وتذكيره بالله سبحانه وتعالى باستمرار وأن يتذكر يعني أن ينظر أمامه وكان أمامه جنة ونارا ويعرف أين يذهب يستعين بكثرة الطاعات وكثرة الذكر وقراءة القرآن وصلاة الجماعات والصحبة الصالحة جميل طبعا مع غض البصر وكف الأذن عن السماع للمحرم وأن لا يسعى إلى مكان فيه منكر ومعصية فهذه تعينه إذا كان أنت حرست على الجماعات شو بدك أفضل من المساجد الصحبة الصالح الذكر الذكر ورد في الأحاديث أنه الحصن الذي يتحصن به الإنسان والقرآن أيضا من الذكر بل هو أعظم الذكر الطاعات قال نفسك الأمارة بالسوء إن لم تشغلها بالطاعات شغلتك بالمعصيات هذا واقع أنا أقول أكثر من ذلك يسيني حتى لو ما عندك همة للطاعات يشغل نفسك بالمباحات يعني تشكو لا يكون وقت فراغي مثلا تشكو بعض الأمهات من تعلق أولادها بالرياضة وكل أحمد ربك يعني يتعلق بالرياضة ولا يتعلق في آخر مثلا طبعا الرياضة أيضا لها قيودة وضوابطها لكن أقصد أن نملأ أوقات ابنائنا وشبابنا ولو بالمباحات حتى نضيق الطريق أو الفجوة باتجاه المعصي بارك الله فيك سيد الله جزيكم الخير اسمح لنا بعض الاتصالات مولانا أبدأ من الجزائر أخي العيد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نحييك أستاذنا الكريم منصة الحصة ونحيي شيخنا أحمد ونخبركم ونعلمكم أننا نحبكم في الله أحباكم الله يا أخي أحباكم الله دعتنا فيه ودائما لا تغيب عن الشام في دعواتنا في صلواتنا وكذلك إخواننا المسلمين جميعا في بقاع الأرض بأن ينصرهم الله عز وجل على منظلمهم وهجرهم وأخرجهم فنسأل الله عز وجل إن شاء الله نتمنى أن يعود كل مشايخنا إن شاء الله إلى أرض الشام الحبيبة يا رب اللهم آمين يا الله ولكل إخواننا المسلمين في بقاع الأرض آمين آمين اللهم آمين بارك الله فيك أخير عيد الله يجزيك الخير على هذه الروح الجميلة والدعوات والمشاعر الطيبة تفضل يا سيد لا شكرا على واجب بارك الله فيك أستاذ سؤالي للشيخ أنا أعلم أن العلوان الحلقة هو أحكام غناء المرأة هكذا نعم العلوان الموضوع الأولي كان في بداية حلقتنا إذا عندك سؤال فيه في مرحبا لكن نستقبل أسئلة الأخرى أيضا لبأس نعم أنا أريد أن أطرح السؤال يعني يتصل بهذا الجانب نعم ولكنه يعني لا قياس بينهما ولكن أريد أن أسأل الشيخ عن حكم المسابقات التي تجرى مسابقات القرآنية التي تكون متصادقة فيها من النساء ويقرأنا القرآن بالمقامات وتجويد في الصوت وكذا وكثير من علمائنا حتى عندنا في الجزائر أفتوا بأن هذا بعض العلماء يعني فتاوى يعني خاصة يعني أن هذا لا يجوز وأن هذا محرم حتى ولو كان في تصابق في القرآن الكريم فنريد من الشيخ ترجيب المسألة أبشر أخي العيد شكرا جدا لاتصالك ومشاركتك ابقى معنا تسمع الإجابة إن شاء الله معنا اتصال جديد معتز من الأردن تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يعطيك العافية إن شاء الله الله يعافيك حياك الله أخي معتز يا مرحبا عبد الشيخ أحمد خوى لا وإحنا من المصليين خلفهم في مسجد المان النور ما شاء الله حياك الله أخي الله حياك يا شيخ يا مرحبا الشيخ السؤالي هل يجوز الجهد القراءة بصلاة السنة أو في فضل الظهر والعصر منذها بالتعليم الأطفال يعني نعم واضح في سؤال آخر فقط هذا شكرا أخي معتز شكرا أخي معتز بارك الله فيك ابقى معنا لتسمع الإجابة نبدأ بسؤال أخونا عيد من الجزائر حكم مسابقات القرآن التي تشارك فيها النساء وتكون القراءة فيها في العلن يعني لعلي أشرت قبل قليل وأنا أول شيء أحترم وجهات النظر إن كان هناك من يفتي بالجواز يعني هذا رأيه لكن أنا قناعتي وبعد تجربة واطلاع قد يقال أنه كثير ممن يقرأني القرآن حتى لو بالمقامات قد لا يكون صوتها فاتم قد لكن أنا طلعت أيضا على بعض الأصوات الحقيقة فيها فتنة نعم فأنا ما أدري هل الأذواق تختلف أو التقديرات تختلف لكن أنا أظن أنه إذا كانت الفتاة تقرأ قراءة متقنة بالتغني وصوتها يؤدي يعني إلى فتنة الرجال أنا أقول لا يجوز أن تقرأ أمام الرجال وصار عندنا الآن قارئات ومقرئات من القطاع النسائي ما شاء الله في كل البلاد الإسلامية تقريبا الأكثر من ذلك صار في مقارئ قرآنية الكترونية صحيح ويمكن أن تجرى مسابقات النساء على أحدها ومسابقات الرجال والشباب على أحدها أو نجيب مسابقات الفتيات الصغيرات يعني هذه نتسامح به أما فتاة كبيرة وتقرأ بطريقة الحقيقة فيها تغني يأسر الألباب أنا أرى أن هذا فتنة ما ينبغي أنا رأي هذا ما ينبغي هناك من يتحمل هذه الفتوى فليتحملها هو هو كل برامج القراءة الإعلامية حاليا لا بأس فيها في استقبال الصلاة وعلى رأسها برنامجنا برنامج شيء محمد سيدنا أقصد لو قراءة قراءة رصينة متزينة دون التغني لا في قراءة بأحكام التجويد قراءة عادية رتيبة هذه لا بأس منها أنا أقول القراءة بالتغني وفي تغني وتلاعب حتى في المقامات صعوداً وحبوطاً وانتقال من مقام إلى مقام وصوتها هي نفسها قد يكون ناعم حتى بين الرجال وفرق بين قراءة الطبلاء وقراءة عباسة عبدالصم مثلاً نعم صحيح رحمه الله في فارق في نفس طبقة الصوت إذا نضاف إليه أنه صوت امرأة نضاف إليه أنه هي تتغنى بالقراءة وتنتقل من مقام إلى مقام مما فعلاً يثير إذا انتفى التغني فلا بأس إذا انتفى وكانت قراءة رتيبة رصينة ما فيها شيء من معاني الإثارة ممكن نقول هذا يعود إلى الأصل بارك الله فيكم يا سيدي الجهر بالقراءة في الصلوات السرية أحياناً بهدف تعليم الأطفال ما رأيكم يا سيدي يعني هو الأصل في الصلوات السرية الإسرار إذا افترضنا أنا ما أدري إيش القصد من التعليم ربما الأبي يصلي في بيته ومعه أولاده لكن نحن نخشى أنه يتعلموا غلط سيرفهموا أنه صلاة الظهر والعصر جهرية تذكر جهرية فيمكن هو أن يحافظ يعني يعلم أطفاله أو أبناءه في البيت هذه الصلاة السرية يمكن أن يصلي بهم نوافل ويجهر بها من باب التعليم حتى ما يتلقى الولد شيء غلط أو حكم غلط لكن لو جهر يعني بعض العلماء لا يرى ذلك مبطلا للصلاة هو خالف السنة فيها أنا أقول أنه يلتزم السنة في الفرائض على الأقل في السنة والنوافل وهي كثيرة إذا أراد أن يجرم ما تكون نوافل الليلية وبالتالي الجهر جائز أو يعني في النهار باب التعليم قد يكون في أوقات دوان مدرسة مثلا لأغراض التعليم لا حرد لكن في غير الفريضة بالنسبة في نفس الحالة في الصلوات الجهرية لما يصليها الإنسان منفريدا ما الأفضل هل يجهر في صلاته أم لا حرد لو جهر لا حرد هل الأولى أن يجهر؟ إذا لم يكن هناك تشويس على آخرين لا حرد بارك الله فيك سيدي طيب أختنا واحدة الأخوات أرسلت تقول هي بنت عمرها 24 سنة بتقول مش بمشي من 22 سنة يبدو عندها إشكال في القدمين تقول راضي بقضاء ربنا وسبحانه وتعالى والحمد لله تقول هل من حقي أن أدعي ربنا بزوج صالح لأني أغلب الوقت فيحس أنه مش من حقي ولا حدا من اضطر يقبل بوضع مثل هذا وفي نفس الوقت نفسي في زوجي يحتويني ويفهم طبيعة حياتي ما توجهكم شيخنا طبعا حقها أن تدعو وقد يهيئ الله سبحانه وتعالى لها رجل توفيت زوجته عنده أطفال عنده كذا يريد أن يعدد لا حرج يعني أول شيء ترضى وتصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى الشيء الثاني تسعى في العلاج يعني لا يعني رضانا بالقدر والبلاء ألا نسعى في العلاج لا نسعى إذا كان فعلا هناك إمكانية العلاج ومن العلاج الدعاء يعني الدعاء يكون للشفاء ويكون كذلك لطلب الزوج وأنصح يعني في هذا الباب الأدعية المأثورة أن تكثر من الاستغفار وأن تكثر بالدعاء ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين هذا جاء في قصة في سورة مريم والأول جاء في سورة نوح عليه السلام في قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم أموال وبنين إلى آخر الآيات هذا وعد بالبنين والبنون لا يأتون إلا بعد الزوات ألعلها تكثر إن شاء الله ربنا يحيي لها إن شاء الله ربنا يشفيها أولا ويهيي لها زوجا صالح اللهم آمين سيدنا هو فيه لفتة هنا لربما كثير من الناس عندهم حرج والبعض من بعض المشايخ والدعاء أحيانا يروجون لمثل هذا الفهم أننا يجب أن نستحي من أن نطلب من الله عز وجل أمورا دنيوية هل فعلا هذا الأمر موجود في دينا؟ لا يا أخي هو قد يقال في بعض المقامات بعض المقامات الصالحين والسالكين قد يسأل إلى مرحلة أنه لا يطلب من الله شيئا لكن أنا أنظر إلى الحال العام ونحن أمة أسباب مطالبون أن نأخذ بالأسباب سواء أسباب مادية مباحة متاحة أو حتى أسباب الدعاء نعم وهذا باب واسع يعني كان بعض الصحابة يستخيروا الله في شسع ناله إذا انقطع هذا أمر دنيوي وقد نقول هو أمر تافع نعم كل شيء نحتاج فيه إلى الله سبحانه وتعالى هذا باب واسع لا حرج جميل يطلب من الله في أمور دينه ودنياه نعم بارك الله في كواسية اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي إليها معادي هذه جماعة كل شيء اللهم إن أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى هذه جماعة كل شيء ما المشكلة لكن هذه في العموميات لكن لا بأس أيضا أن نطلب شخص يريد سيارة مثلا أن يحتاج وظيفة هذا ما في حرج أنا بجوز ذكرته في الصلاة بعض العلماء قال لا يدعو في صلاته بكلام يشبه كلام الناس حتى لا تبطل صلاته واحد يصلي في الصلاة يقول يا ربي سيارة حملة مثلا هذا خرج عن نظم الصلاة وهيئة الصلاة وأدعية الصلاة لكن خارج الصلاة يدعو بالماشاء لكن لو قال اللهم ارزقني سيارة في الصلاة فيها بأس يعني لو التزم النصوص في الفريضة على الأقل أنا أرى أنه نلتزم بالدعاء المأثور والدعاء المأثور يغطي كل شيء الدعاء المأثور يغطي كل شيء بالفريضة في النافلة قد نتوسع أكثر باب عمومات الدعاء في خارج الصلاة توسع أكثر وأكثر طالما أنك تدعو بمباحة بارك الله فيك سيدي اتصال جديد معنا من الجزائر أيضا تفضل أخي هارون السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أنا أعزوك الله ورحمة كل مكرم شخص عنده أرض مرة أخرى أخي هارون لو سمحت شخص عنده أرض ماذا مبني عليها؟ كانت مسجدا المسجد أين ذهب؟ المسجد قد هدى 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 ثم يريد أن يبيعه لشخص آخر يبيعه لشخص آخر هي ما زالت ملكه؟ نعم واضح أخي هارون شكرا جدا لاتصالك ابقى معنا إلهام من العراق تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخ أنا أخي شكرينا قطعة أرض بعقد ابتدائي من جمعية للأراضي نعم والأخذ الابتدائي استرجلناه بإسمه أختي يعني أتفقنا أنه استرجل القطعة بإسمه أختي نعم بعد فترة وصفة أختي قبل تسجيل العقد تسجيل العقد في دائرة سمية من دائرة العقائي حاليا هل يجوز أن أدفع مبلغ للجمعية مقابل أن تحول العقد المتدائي بإسمه حتى أسجل القطعة بإسمه بصنيا وباتفاق الورد نعم بالأساس الشراكة في القطعة كانت أنت وأختك التي توفيت أم شخص آخر نعم نعم نفسك أنا وهنا سراكة تنبت في الجنة بإسم أختي نعم واضح توفيت توفيت أختها ماتش أختي إلهام شكرا جدا أنت صالك ابقي معنا ورحم الله شقيقتك وعظم الله أجركم هارون يسأل عن أرض لشخص كان مبنيا عليها مسجدا لكنه هدم هي ما زالت الأرض ملكه ويريد أن يبيعها لشخص آخر فهل يحق له ذلك؟ يعني يجب أن نعرف أولا لما كان المسجد هل وقفت الأرض لهذا المسجد إذا وقفها للمسجد فقد أخرجها عن ملكه صارت على جهة ملك الله تعالى بالتالي حتى لو هدم المسجد هو ليس له أن يتصرف فيه حتى لو هدم المسجد مات يسر بنائه نقدر قيمة الأرض وندفعها في مكان آخر ونبني مسجدا هذا إذا كان وقفها لله تعالى أما إذا لم يقفها لله تعالى ويتصور هذا أنه أحيانا بعض الناس في قطعة أرض عمل مصلى مصلى مؤقت هو أباح المنفع فقط لكنه حافظ على ملك الأصل نعم هذا المصلى لسبب أو لآخر ما عاد له حاجة أو قديم متهدم لكن هو مالك ولم يخرجه عن ملكه إذا كان لازال على ملكه ولم يجعله وقفا له بعد ذلك أن يتصرف فيه إذا لم يتحدث بهذه التفاصيل سيدنا في ذلك الوقت ما العمل يعني هو مثلا طلب أن يبنى مزل في هذا الحي فقال ابنه على أرضه لكن لم يخطر في باله في ذلك الوقت هو يوقفها لا يوقفها يعني هو الآن هذا التصور بعيد لأنه الآن الجهات المسؤولة في بلادنا عن الأقاف لا تقبل أصلا بإنشاء مسجد حتى يسجل هو إذا سجل خرجت على ملكيته لكن هو يقول ما زالت في ملكه إذا سجل صار وقفا يعني ثم توثيق الوقف كونه لم يسجل غالب نظن أنهه بقي على ملكه لكن إذا كان صار فيه كلام أن هذا مسجد أخي وفيه ترخيص وفيه إجراءات غالبا يكون ذهب باتجاه الوقف والله أعلم أين بغي أن يحتاط في هذا الأمر بارك الله فيكم شيخنا إلهام هي بأختها اشتروا أرض من جمعية أراضي واتفقوا أن يتم تسجيلها باسم شقيقتها التي هي شركتها وتوفيت لكن شقيقتها توفيت قبل أن يتم التسجيل في دائرة الأراضي تريد هي بالتنسيق مع هذه الجمعية أن تسجلها مباشرة باسمها بالتنسيق مع الورثة فهل هذا يا صح؟ يعني في عندنا جانبيا أول شيء هل يقر الورثة أن هذه الأرض لها أو لها ولأختها إذا في إقرار من الورثة ننتقل إلى الشق الثاني لكن إذا كان الورثة غير مقرية وبالتالي يفترضون أن ماتت فلانا فلنا ميراث وكأنها تضيع أو تصادر حقهم وعلى أتهمها لكن أنا أقول إقرار الورثة أو تقديم الثبوتيات يعني الآن فقدت الثبوتيات لأنه أصلا مسجلتها باسم أختها فإذا كان هناك توافق من الورثة أنه فعلا فلانا هي التي دفعت وهي التي سجلت باسم أختها توفيت أختها ما عندهم مانع أن تستعيد الأخت الأولى التي دفعت تسجيل الأرض لأن الإجراء الثاني أنه هي تقول أدفع مبلغا للجمعية هل هذا الدفع إجراء روتيني رسوم متفق عليها كمعاملة صحيحة بإقرار الورثة أولا لا هي رشوة أنا ما فهمت لش المقصود بهذا المبلغ إذا كان رشوة لا يجوز دفع الرشوة إلا دفترضنا أنه لا سمع الله ستضيع الحقوق وأنا أظن طالما أن الورثة مقرين لن يضيع شيء لأن الورثة إذا أقروا أن الملك لفلانا سينتقل الميراث إليهم ثم يردونه له أما قد يقال أنه في بعض حالات سيضيع الحق إن لم ندفع رشوة هذا إخواننا تقدر الضرورة بقدرها ويرجع إلى بعض أهل العلم الثقات ليفهم المسألة بتفاصيلها وحيثياتها ويعطي الفتوى المناسب إذا كان رشوة العصلة بالرشوة لا تجوز أما إذا كان فعلا هي ضمن معاملة معتادة تحتاج فيها إلى إقرار الورثة وبالتالي تنقل الملكية للجمعية يعني هذا يبقى على أصل الإباحة والله وعلا جميع بارك الله فيكم شيخنا نتمنى أن تكون الإجابة واضحة أختنا إلهام بالنسبة لك وإذا كان هناك أي استفهام آخر عودي للاتصال بنا أبو عبد الله سيدنا العراقي على فيسبوك يسأل يقول أنا شاب أريد الزواج وليس لدي المال كافي ولا أستطيع التحكم في شهواتي ماذا أفعل؟ أطلب من الشيخ الدعاء يقول لي ولي شباب المسلمين سيدي ندعو له إن شاء الله أن ربنا يسر له وهو مطالب أيضا بالدعاء وإصلاح العلاقة مع الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والدعاء الذي ذكرناه ربي لا تذرني فرنا وأنت خير الوارثين وفي الاستغفار من بركات الاستغفار أيضا سعة الرزق يعني يشتغل بهذا ويبحث بجوز ربنا هيئ له أسباب الزواج بشيء يعني ميسور معقول فعليه أن يشتهد طيب ما تيسر في وصية للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن لم يستطع الباءة القدرة على أعباء وتكاليف الزواج وحاجات الزواج قال فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء إيش عليه بالصوم هو الأخ يشكو من يعني ربما زيادة الشباق أو الشهوة وما إلى ذلك ومع الفتنة طبعا أنت بدك تبتعد عن أسباب الفتنة وتضي البصار وتحفظ السماع واليد والخلطة والبيئة تخفف سوشال ميديا إلى الصحبة الصالحة وإلى المساجد هذا يساعد أخواننا لتخفيف أسباب الشهوة جيد والفتنة ويستعين بالصوم الصوم يكسر حدة الشهوة قال فإنه له وجاء ويجاء بمعنى وقاية وحماية من هذه الفتنة وهذه المفسد مع الاستمرار في السعي والطلب بارك ما فيكم يا سيد هذه الوصية بما يتعلق بالصوم للجنسين للرجال والنساء طبعا كلمة الشباب إذا أطلقت تشتمل الجنسين تغليبا هذا معروف في لغات العالم عبد الله عنده سؤال سيدنا يقول السلام عليكم هل الشهادات والودائع البنكية ذات العائد المادي حلال أم حرام وشكرا يعني الغالب إذا كان الحديث عن بنوك ربوية الغالب أنها ربا وهذا بالمناسبة أخواننا صدرت فيه فتاوى مبكرة من مجمع البحوث الإسلامية التابعة للأزهر هذا كلام الخمسينات والستينات القرن الماضي وتأكدت من المجامع الفقهية الأخرى هذا ربا أخواننا البنوك الربوية تأخذ وداع وسموها شهادات حتى لو سموها إيش ما سموها أخواننا طالما هو يأخذ منك مبلغ ويلتزم معك بعائد ثابت هذا أخواننا ربا سمونا فوال لكن هي ربا هذا لا يجوز البنوك الإسلامية ما تعطي عائد ثابت ما في شيء في البنوك الإسلامية اسمه عائد ثابت لأنه البنوك الإسلامية تعتمد الربح والربح متغير بتالي كم تكون نسبة للأرباح يوزعونها على المشاركين لكن هذا بيكون في باب مضاربة واستثمارات إما محددة أو مختلطة مضاربة مشتركة في أبواب عديدة عند البنوك الإسلامي أنا بهمني هل هو قدم هذا في بنك إسلامي هي السابقة موجودة هي الدائرة حرمت تغير المفتي تغيرت القيادة السياسية وهذا الاجتهاد لرمه لا هو يقولون ذلك اجتهاد في هذه قضايا قطعية باب الرباح وأن ربنا شوف توعد بهذه الرباح ما لم يتوعد على غيره اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباح يعني أي شيء قليل وكثير قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وأن الحرب العالم كله الآن يشهدها هذا المشكلة الاقتصادية الآن والمخاطر الاقتصادية وانهيارات وتضخمات ودمار دمار في الأسواق العالمية الآن وكل الناس تشكو كل البلاد تشكو من أمريكا إلى أوروبا إلى بلادنا كل العالم يشكو هذا حرب أخواننا هذا مظاهر حرب الله سبحانه وتعالى على هذه البشرية التي ارتضت الرباح سبيلا هذه قضية خطيرة أضف إلى ذلك أنه عندنا بفضل الله بداء الإسلامية العمل المصرفي الإسلامي في التمويل الإسلامي في الشراكة والمضاربة وغيرها فإيش الضرورة للوقوف في هذا الحرام ما ينبغي هذا بارك الله فيكم يا سيدي اتصال جديد معنا من الأردن أم خالد تفضلي سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله جزاكم الله وعلينا خيرا وإياكم يا رب شيخ أنا حابة أسأل عن موضوع جمع في الصلاة نعم الشيخ في المسجد القريب علينا يجمع بالشتاء غالبا يعني إذا كان مطر أو الجو بارد خواء عادي يجمع هل هذا فيه إسم أولادي قرأوا أنه الجمع للضرورة نعم هل إذا كان فيه إسم يعاد الصلوات في الصلاة التابقة في يوم من الأيام طلب الشيخ من ابني إقامة صلاة الجمع هل عليه إسم في ذلك وشكرا لكم أهلا أختي ومخارج شكرا جدا لاتصالك يعني هذه بلوة الأمانة شيخنا يبدو في بعض البلاد وعلى رأسها الأردن أنت كنت هناك وتعلم ما يحفر في الشتاء البعض ينتظر مع التوقيت الشتوي يبدأ الجماع عنده تشتهر بعض البلاد بالتساهل في قضية الجماع أين مع أن بعض البلاد الإسلامية والشعور الإسلامية في شمال أوروبا لا يعرفون الجماع في الشتاء يشوف المقارنة على كلنا أخواننا يعني احنا لا نضيق واسعا طالما أن المسألة موجودة على الأقل في بعض المذاهن الجماع للبرد الشديد الجماع للمطار للبرد للثلج للوحل يعني تجد هذا ما بين مذهب الشافعية والمالكية أحيانا وعند الحنابلة الجماع للحاجة بس الجماع للحاجة عند الحنابلة شيء آخر نعم غير قضية نعم هم يقولون بالجماع في المطار بالمناسبة مذهب المالكية والحنابلة الجماع في الحضر لا يكون إلا بين المغرب والعشاء فقط يعني كان المقصود أن العذر مركب يشوف المالكية يقول لك البرد مع الظلمة الوحل مع الظلمة وكذا عند الشافعية قالوا كما جاز الجماع في السفر بين الظور والعصر يجوز كذلك في المطر بين الظهر والعصر إخوانا هذا اجتهاد موجود لكن تعالوا نرجع إلى شروط الشافعية أنفسهم لذلك أنا أحيل للأخت السائلة دارة الأفتاء الوردنية رحمة الله الشيخ نوح وهذا الكلام من سنوات أصدرت فتوى بقيود وشروط الجماع بين الصلاتين نعم نعم قالت بالجواز عملا بمذهب الشافعية لكن جينا أو رجعنا إلى مذهب الشافعية الشافعية بده يعني الشروط التي وضعها الشافعية الغرض منها تشخيص حالة الحرج لأنه لما رجعنا إلى النص لما قال صلوا في رحالكم وفي الحديث الآخر أظن حديث ابن عباس الله يرضى عنه لما ذكر الجميع سؤل ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمتها إذن في حرج وبالتالي الفقهاء يفتشون عن هذا الحرج أو تجليات هذا الحرج الترمذي وهو أحد رواة حديث ابن عباس في الجمع حديث ابن عباس الله يرضى عنه معروف قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا سفر في رواية من غير خوف ولا مطر لماذا الجمع طبقا طول بالك الترمذي نفسه بعد ما ساق الكتاب كاملا قال كل ما في هذا الكتاب عمل به أهل العلم أو بعضهم إلا حديثين وذكر منهم هذا الحديث كأن الترمذي يريد أن يقول أن أهل العلم لم يعملوا بهذا الحديث على ظاهره ذلك الشافعيين أنفسهم قالوا لا بد من عذر إما برد أو مطر أو وحل أو شيء الآن في شروط الشافعيين يكون المطر نازلا في الصلاة الأولى طبعا يقولوا مطر مور ذات قال مطر يبلو الثياب نعم يعني فيه حرج وأن يكون مطر نازلا في بداية الصلاة الثانية اللي بدنا نجمعها لأنه الثانية قدمت عن وقتها وأن لا يكون جارا للمسجد أن لا يكون له ما يؤويه أو يحميه من المطر يعني واحد راكب سيارة ويجع باب الجامعة أنت شو تديت من المطر واحد حامل شمسية ولابس ما طف جلد ومدري إيه وشو تديت من المطر يعني حتى لو الجامع جمع الإمام هي شافية الجامع ليس صح لكل المصلي لا ليس بالضرور وهذه مشكلة أخرى نقطة مهمة هذه مشكلة أخرى أخواننا أنه الآن والله الإمام جمع كلنا نجمع طبعا أنت أحسن من الصحابة الصحابة في السفر قال منا الصائم ومنا المفطر منا الذي يتم ومنا الذي يقصر قال صحابة يا الله تعالى لماذا تنزم الجامع كله جمع الإمام يجمع طبعا ابنها بتقول طلب منه الإمام يقيم قد يكون الإبن ما مقدر وقد يكون الإمام مقدر لكن غالب الأمر مفيه تساهم حتى صارت تعرف بعض المسادد في بعض البلاد المسجد الفلاني يجمع ومثل ما قلت يعني على الموسم الشتوي أخواننا هذه رخصة ما بصير نقلة بالرخصة عزيمة والعزيمة رفسها نفسي وقلت لك البلاد الإسلامية إحنا يعني أواصط أوروبا بلاد البلقان وبولغاريا وألبانيا كلها بلاد أو معظمها بلاد مسلمين لا يعرفون الجامع إلا نادرا فإيش وما يسدل أن يجمعون في الثلج أو المطر ثم يذهبون إلى الأسواق والمولات والشوارع وهذه مشكلة أخرى وهذه مشكلة أنه يقاتلون الإمام للجامع ثم إذا احتاج أحدهم باكيت دخان بيطلع بيجيب باكيت ما عندهم مشكلة بكيل وخبز بيروح بيجيب خبز ففي الحقيقة في شيء من التسهل فإن كان ولا بد نلتزم في مدى بالشافعية بشروطه جيد قالت بذلك دارت الإفتاح الصلوات الماضية لمن كان يجمع مثلا سنوات طويلة هل عليه إعادة؟ يعني إذا كان لا يعلم تفاصيل المذهب الفقهي في هذا ربما يكون معذورا وعلى مسؤولية من أفته مسؤولية الإمام لكن من كان يعلم ما ينبغي أن يتابع الإمام ينسح إذا قيمت الصلاة الثانية أنا أخي ما أنا مقتنع أو أنسح أو أنوي بها نافلة مثلا جيد بارك الله فيك سيتي دعاء تسأل هل مسح الوجه بعد الدعاء جائز؟ لا حرم يعني هو لم يرد دائما هو ورد في دعاء ما قبل النوم يقرأ وينفو في المعوذتين ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يعني بعض الناس كانوا يفعلها تبركا أحرج إن شاء الله بارك الله فيك سيتي سؤال أيضا وصلنا شيخنا على رسائل خاصة تقول لدي سؤال بخصوص شخص موظف في شركة معينة هذه شركة لديها تفتيش مالك هذه المنشأة يأمر موظفيه بالغش أثناء التفتيش ما حكم ذلك؟ هل يأثم الموظف الذي ينفذ الأوامر والذي قد يفقد عمله لو لم ينفذ الأوامر أم أن الإثم يكون على المالك فقط وهل يكون الراتب حرام بذلك وما موقف الزوجة من ذلك؟ يعني ما نستطيع نعطي جواب واحد في هذا حتى نفهم بعض التفاصيل يعني مثلا للأسف هذا موجود في بلادنا بالذات دارة الضرائب الضرائب تعتبر أن التاجر متهم وبالتالي تلجأ إلى التقدير الذاتي من خلال موظفها وفي كثير من الحالات لو أن الموظف كان لو أن التاجر أو صاحب الشركة كان صادقا يخشى أن تفرض عليه ضرائب باهظة فيقول أنا مضطر حتى يعني ترجع الضريبة معقولة فهي قضية فقدان الثقة بين الطرفين تدفع للأسف إلى بعض التحايل أنا أذكر فتوى شيخنا الشيخ الزرقى رحمه الله لما أسئل عن قضية الضريبة قال الدولة تقدم خدمات والأصل للالتزام طالما أن هذا يسري على الجميع قالوا طيب يا شيخنا في بعض الحالات دائرة الضريبة تظلمنا تقدير باهظ يعني فوق حتى الواقع الحقيقي نعم فقال ادرأوا عن أنفسكم الظلم بقدر الظلم يعني أو يعني قريب من هذا الكلام أنه إذا كان أنا فعلا أخشى الظلم ببدأ يدفع الظلم لا أنا يسري علي ما يسري على الآخرين بعدالة الأصل الانتثال مختلع لا يجوز التهرب لأنه في النهاية بشكله وبآخر هذه الدولة تقدم خدمات للجميع والخدمات العامة من طرق ومياه وكهرباء وغيرها مكلفة ودولنا أو معظم دول العالم الثالث يعني إن لم تأخذ هذه الضرائب ربما تنهار أو ينهار كل شيء فإحنا ما نقول يعني القضية تحتاج إلى تفصيل لا نعمم الحكم وهل هو يفعل هذا دفعا لظلم واقع عليه ولا لا هو فقط لمزيد من التوفير مع أنه لن يوفر شيئا على المستهلكين يعني كمان في المقابل للأسف بعض التجار يتهرب من أكبر قدر ممكن من الضريبة ويرفع السعر على المستهلكين طيب أنت إيش يعني هنا ضيعت حقا عاما أو صار فيه شبهة الحق العام صحيح وهنا أنت استغليت الناس طيب لماذا ما ينبغي هذا الحقيقة نعم وبالتالي نحن كل حالة تدرس بحسبها بارك الله فيك سيدة طيب في آخر دقيقة شيخنا سؤال الآن وصلنا في التعليقات هل أستطيع أن أستخير بين حاجتين في صراط الاستخارة ممكن يعني هو يستخير الإنسان في كل شيء طبعا في دائرة المباحات نعم لأنه الحرام حرام والواجب واجم الواجب قد يصلي صلاة حادم باب التيسير لكن في دائرة المباحات هو يعني يتزوج فلانا أو لا يتزوج فلانا ممكن ويكفيه دعاء واحد اللهم إن كنت تعلم أن فلانا خير لي في ديني ودنيا أو يريد أن يشارك فلان اللهم إن كنت تعلم أن الشركة مع فلان هو نفس الدعاء فيه الاحتمالين هو المقصد هذا يمكن حال حاجة واحدة لكن هو أظن يسأل عن حاجتين أنه في أمرين أخرج مع فلان أو مع فلان مثلا يصلي لكل واحد استخارة لكن ليست في دعاء واحد يعني المنقول الدعاء الواحد عن حاجة واحدة ويدعو فيها إن كان فيها خير أو إن كان فيها شر نعم الله أعلم بارك الله فيكم سيدي جزائكم خيرا نجعل هذه الحلقة في مزين حسناتكم كميعا إن شاء الله أمين بارك الله فيكم أعزائي المشاهدين كذلك أنتم شكرا لكم لمتابعتكم هذه الحلقة من يتفقه في الدين نستدعكم الله الذي لا تضيعه وداعه والسلام عليكم ورحمة الله السلام